الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بمعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر meaning الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكذود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبتوث وتكون الجبال كالعهم المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم كلا سوف تعلمون ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لنا الحمد ربنا ونك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر الله أكبر سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 ترجمة نانسي قنقر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر الله أكبر سمع الله من الحمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى صدق الله صدق الله العلي العظيم صدق الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيراً المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرؤة المتعالي بعظمته ومجده والمتفرد بتصوي والمتفرد بتدبير الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديراً وتدبيراً المتعالي بصفاته وأسمائه وصفاته لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله الرحمن الرحيم وصدق رسوله الكريم وصدق رسوله الكريم الذي بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ونحن على ما قال إلهنا ورازقنا وخالقنا من الشاهدين وبكلماته من المؤمنين المصدقين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على أن هديتنا للإيمان والإسلام اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين اللهم لك الحمد على أن ارتضيت لنا هذا الدين الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام اللهم لك الحمد على الإيمان والقرآن اللهم لك الحمد على كل نعمة اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي نعلمها وعلى نعمك التي لا نعلمها اللهم إنا نحمدك ونشكرك حمداً يوافي نعمك ويكافئ مزيد فضلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي وأن تسلم على سيد المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته يا رب العالمين وعلى آله وصحبه يا جمعين اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك اللهم لك الحمد على أن أنزلت علينا أفضل كتبك اللهم لك الحمد على أن أنزلت على هذه الأمة القرآن اللهم لك الحمد على أن أنزلت هذا الكتاب أفصح أفصحك أفصح الكتب كلاما وخيرها تشريعا وأحكاما اللهم لك الحمد على أن حفظت القرآن من الزيادة والنقصان اللهم لك الحمد على أن جعلته عظيم الشان قوي الحجة والبرهان جعلته هدى للمتقين وموعظة للمؤمنين وجعلته بشرى للمسلمين وهو جعلته رحمة للعالمين اللهم لك الحمد على أن أيت سلطانه ورفعت مكانه وأظهرت بيانه يا رب العالمين وعلمت رسولك صلى الله عليه وسلم تأويله وعلمت المؤمنين تأويله ويسرت العمل به يا رب العالمين ويسرت حبه على هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرحى وأرأف من مله وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأكرم الأكرمين يا رب العالمين نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تتكبل صيامنا وقيامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط ولا معطي لما منع ولا مالع لما أعطيت يا رب العالمين يا كريم الصرح يا عظيم المن يا من أظهر الجميل وسطر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجدير ولا يهتك الستر يا كريم العفو يا رب العالمين اللهم أنت إلهنا وسيدنا نسألك أن لا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا عبيدك اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إيمائك نواصينا بيدك ماضم فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأمومنا وأحزاننا أحزاننا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار إنك أنت ذلما والكرم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعلوا حجة علينا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاء إلى النار ولا تجعلوا حجة علينا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين نسألك يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تصلح قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا يا رب العالمين اللهم آمنا يوم البعث والنشور اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا يوم البعث والنشور اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموت المسلمين اللهم نوِّر عليهم قبورهم اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا إذا صرنا في قبورنا اللهم ارحمنا إذا صرنا في قبورنا وفارتنا الأهل والأحباب يا رب العالمين اللهم ارحمنا في هذه الدنيا رحمةً تغنينا بها عمن سواك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا رمضان برضوانك اللهم عيد علينا رمضان عوامًا عديدة وأزمنةً مديدة في عافيةٍ وتقوى وحياةٍ سعيدة يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت هؤلاء عبادك وإماءك حضروا خطفك حضروا خطفك حضروا يا رب العالمين خطف كتابك يرجون مغفرتك ورضوانك يا رب العالمين اللهم إنا قد مددنا أيدينا إليك اللهم إنا قد مددنا أيدينا إليك ورفعناها إليك وأنت رحم الراحمين خضعت لك رقابنا خضعت لك رقابنا يا رب العالمين وذكرتك ألسنتنا ورغمت لك أموفنا يا رب العالمين اللهم إننا اعتذر إليك اللهم إننا اعتذر إليك مما صنعنا وعملنا اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا اللهم يد الجلال والإكرام اللهم إن قردتنا فإنه لا يؤهينا أحد اللهم إن أبعدتنا فإنه لا يقذبنا أحد أنت إلهنا لا نعبد إلا إياك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نتوسل إليك نتوسل إليك برحمتك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح شأننا كلا يا أرحم الراحمين وتصلح شأن المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعدين ولا معنا شقيا ولا محقوما يا ذا الجلال والإكرام أنت أكرم الأكرمين اللهم أراهم إنا نسألك أن ترحم هذا الجمع اللهم رحم هذا الجمع يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونرفع إليك حاجاتنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم لا تدعنا لذبن إلا غفرته ونهما إلا فرجته ونهما إلا قضيته ولا مريضة إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحصن منقلبنا اللهم إنا نتوسل إليك ونسألك نسألك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين اللهم أنت الغني عن عبادتنا لا تنفعك طاعة الضائعين ولا تضرك معصية العاصين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام الأمن يوم الخوف الأمن يوم القيامة نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تفسُط علينا من بركاتك وفضلك ورزقك يا أرحم الراحمين اللهم استعملنا في طاعاتك وجلِّبنا معاصيك يا أرحم الراحمين اللهم أرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرحم هذه الأمة اللهم أرحم أمة صفيِّك وخليِّك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرحم أبها من البلاء وما نزل بها من المصائب اللهم كُفَّ شرَّ أعداء الإسلام يا رب العالمين عن الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع المسلمين العقوبات والمصائب والبلاء والاختلاف يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة لبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة لبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا اللهم من المتمسكين اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وبهدي خلفاء الراشدين يا رب العالمين اللهم ارزقنا والمسلمين التوبة اللهم ارفع المسلمين أسباب العقوبات وأسباب المصائب يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين في فلسطين اللهم ارحم المسلمين في فلسطين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان ظلم فيه من أعداء الإسلام والمسلمين يا رب العالمين ومن المنافقين الذين يعادونك ويعادون رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المسلمين يا رب العالمين في كل مكانٍ ظُلِم فيه من أعداء الإسلام يا رب العالمين اللهم أبطل مُخططات أعداء الإسلام التي يكيدون بها للإسلام يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم أدل سبل السلام اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين اللهم اقضي الدين عن المدينين اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج هم المهمومين من المسلمين واقضي الدين عن المدينين اللهم اشتمرضانا وعاف مرتلانا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم اتعنا بأسماعنا وأفصالنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين اللهم اعدهم من شياطين الإنس والجن اللهم اعدهم يا رب العالمين من المبتدعين اللهم اعدهم من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين اللهم عدنا والمسلمين من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين اللهم دمِّر السحرة يا رب العالمين اللهم أبطل كيدهم اللهم لا تسلِّطهم على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل شرورهم في نحورهم واجعل كيدهم محيطٌ بهم يا رب العالمين اللهم اكفِنا شرورهم واكفِ المسلمين يا رب العالمين في كل مكان شرورهم فقد طغوا وبغوا وكفروا بالله وظلموا اللهم عليك بهم يا أرحم الراحمين اللهم أبطل كيدهم ومكرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك صحة بإيمان وإيمان بحسر خلق ونجاحاً يتبعه فلاح ورحمةً منك وعافية ومغرةً منك ورضوانا اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخيرها آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعدنا من النار اللهم أعدنا من النار اللهم إنه لا جلد لنا على النار ولا صبر لنا على المار يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم أعدنا من عذاب القبر اللهم أعدنا من عذاب القبر يا رب العالمين اللهم اجعل قبورنا رياضاً من رياض الجنة يا رب العالمين واجعلها من خير منازلنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جلال القد يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين واجعلنا من حزبه المفلحين يا ذا الجلال والإكرام اللهم من علينا وعلى المسلمين بالتوبة النصوح اللهم من علينا وعلى المسلمين بالتوبة النصوح يا رب العالمين اللهم فقهنا والمسلمين في الدين اللهم فقهنا والمسلمين في الدين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن ترفع الاختلاف والبغضاء يا رب العالمين عن المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أطفئ البدع التي تحادك وتحاد رسولك صلى الله عليه وسلم والتي تحاد الإسلام يا رب العالمين أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير اللهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصلا كم عملتوا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وفق عبدك خادم الحرمين بما تحب وترضى اللهم وفق لهداك واجعل عمله برضاك يا رب العالمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم اصرف عنا مضلات الفتن اللهم لا تجلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء من شماتة العداء ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من شماتة العباد اللهم احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما يا رب العالمين وارفع درجاتهم في جنات الخلف يا رب العالمين اللهم إنا نسألك وأنت أعلم بنا اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام وأنت أعلم بنا اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن تعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا اللهم وعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين اللهم وعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا يا ذا الجلال والإكرام وفقنا للطاعات وجنبنا المحرمات واحفظنا يا ذا الجلال والإكرام واحفظ لنا ديننا يا أكرم الأكرمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على معدِّك ورسولِك محمد اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى أزواجِه وذريَّته وأصحابِه وسلِّم تسليماً كبيراً يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة